ربي يسعدكم وبالخير يهلا عليكم يا أحلى متابعين بالعالم خبز التوست المحمص مع اللحم والجبن والخضار ويلا نبلش بداية في عنا بذنجانة رح نحدث ثقوب فيها لحتى نمرها على الفرن ونضيف عليها زيت زيتون كما كون شايفين نوضعها على مدة 10 دقائق على درجة حرارة 170 طبعا الفرن من الأعلى لازم يكون موقد لان بعد ما انتهد كما كون شايفين من شويت على أكمل وجه رح نقشرها بهذا الشكل لحتى نتخلص من الأشرة الخارجية كونها تصح للإستخدام أو الأكل ورح نوضع خبز التوست نحمصها على مدة 10 دقائق على نفس درجة حرارة فيها لنا بصلة رح نقطعها بمفرمة بشكل ناعم مثل ما نكون شايفين هيك وصفة جديدة ولذيذة بشاهية محسوبة على البريك فاست الوجبات السريعة تحضر الأطفال أثناء عودتهم من المدرسة طعام جدا شاهي بلذيذ وتصح للأفطار والعشاء على حد سوا الآن رح نقطع الطماطم مثل ما نكون شايفين كمان نفرمها بشكل ناعم حتى تتجانس مع باقي المكونات اللي رح تأتي تباعنا إن شاء الله معكم وطبعا التكلفة كذلك تذكر مثل ما نكون شايفين رح نحضرها بشيء نوعا ما متوفر بكل منزل بين الأيادي الآن رح نفرم بقدونس خصل أو حزم بسيطة ما يقارب ربع باقي بقدونس نفرمها بشكل ناعم على نفس الترتيبة وإن شاء الله بالقريب العاجل رح يكون في عنا وصفات غير مختبسة أو تقليدية وبنفس الوقت اقتصادية رح تصيركم إن شاء الله ولكن نتمنى تستمروا على دعمنا ونشر محتوانا حتى نكون على قدر منسوية اتجاهكم الآن رح نقطع تبع ذنجان المشوية بشكل ناعم ونضيفها فوق الخضار داخل الوعاء ونضيف عليه نصف ملعقة ملح نصف ملعقة بابريكا ربع ملعقة فلفل أسود على هذا النحو الشكل ونحن لحمة خروف مفروم بشكل ناعم رح نقلب المواد مع بعض البعض ونخلطهم حتى نصف مزيج واحد ونضيف عليهم ما يقارب ثلاث ملعق زيت زيتون وعلى الرغم من إنه كمية اللحم ما تجوزت 100 جرام ولكن من نفس الوقت اختيارية بتكون ما نضيفه ولا تضيفه الآن بعد ما حمصنا خبز التوست رح نضيف عليها القضار واللحم المنزوج مع بعض البعض على هذا الشكل متى ما يلاكن شايفين وبالنسبة لخبز التوست بحالة عدم توفره بتقدروا تستغلو الخبز العادي ما فيه أدنى مشكلة متى ما نكون شايفين عم نحاول نسكر جميع أطراف التوستة بالخضار واللحم وصفة صحية بامتياز من خبز التوست الحنطة إضافة للحم الخالي من الدهون استعرنا عنه بزيت الزيتون مع الخضار والجبن إن شاء الله بتنال إعجابكم ورضاكم وقبولكم الآن رح نضع بالفرمضيت عشر دقائق وبعد عشر دقائق خبز غير تام رح نضيف عليها الجبن الموتوزريلا ما يقارب مئة وخمسين جرام ونوزعه على قطعة توست متى ما نكون شايفين وبديل جبنة الموتوزريلا جبنة أشقوان أو جبنة الضفير أو الشلل بعدما نحليه بالماء المنزلية المعروفة رح توفي بالغرض إن شاء الله معكم الآن رح نوضع بالفرن على درجة حرمية وسبعين لمدة عشر دقائق إضافية وطلت بهذا الشكل نهاية متى ما نكون شايفين شكلها ما إن شاء الله لا قوة إلا بالله رائع ولذيذ بالنسبة للريحة والطعمة ما رح أخبركم لحتى تجربوها على نفس الطريقة وتخبروني بالتعليقات وصفة جديدة إن شاء الله تنال إعجابكم نتمنى من حضرتكم وجنابكم نشر المشاركة والتفاعل حتى نستمر معكم ونوفيكم بكل جديد كان معكم الشييف محمود درويش من المطبخ الخرافي وإلى لقاء آخر ووصفة مقبلة